بسم الله الرحمن الرحيم اكشن باك فايف فرثي جريد الصف الخامس يونت ثري بيوبلز بوك دي كولر فول ون اكتيفيتو بوك دي كولر ليس ون بير اتولف ضن بالكتاب اللي ملون عملتها مع البيج اتولف بالكتاب الغير ملون بفيديو خاص فيها بترجعو له دي رح نعمل 13 من الكلر فول 13 من الكلر لس رح نعمل 13 من الكلر فول الصفحتين 13 من الكتاب الملون وغير ملون اذا اليوم الصفحتين 13 من الملون وغير الملون stay with me please my sons and daughters be fine interested and helpful enough to share me ask your mom to share us yes اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل سهلا let's start are you ready yes listen and match استمع وصل أو وفق listen and match استمع وصل أو وفق friendly اللي في عنا صفات up موجودة فوق friendly ودود friendly ودود kind لطيف kind لطيف helpful متعاون helpful متعاون tidy مرتب tidy مرتب طبعا لسكريبت النص طبع listening أو الخاص بال listening غير موجود عندي هنا غير موجود أنا جبت لكو وكتبت لكو على دفتري عشان أنتو كمان بتكتبوها دفتركو وتدرسو كي يس مما audio script النص الصوتي أو السماعي audio script audio script دايما الaudio الaudience الauditary أشياء لها علاقة بال hearing أو listening بالسماع أشياء سماعية كي طبعا في عنا هون أكم البكتور A البكتور B والبكتور C والبكتور D يعني four pictures four pictures نشوف في الاوديو إيش بيحكوا نختار الإشي المناسب لكل واحد فيهم يس أنا سوري يس it's video now دد عامر دد عامر هلأ لما بشوف أي سؤال مبدو بدد معناها السؤال ماضي بسيط معناها السؤال ماضي بسيط أكيد الفعل بعده بعد وضع الفاعل يمكن عامر مع حدا تاني الفعل رح يجي بالإنفينيتي فورم كي دد هلعامر فاطمة وفاطمة قاموا بترتيب الطاولة دد عامر هلقاموا بترتيب الطاولة إذن إذن أي سؤال سألين عنه بدد أي جملة نارفينها بدد كلها ماضي بسيط بتكون أساسها بالحال التانية اللي منسأل عنها بدد ومننفيها بدد كانوا متعاونين عائد عالميين العامر أنت فاطمة دي وير زائد الصفة اسمها ماضي بسيط اسمها ماضي بسيط بس كيف طريقتنا بنفيها اللي بتكون فيها وزوير منركب النط عليها في حالة النفي بتصير وير انت أو وزنت تم وضع الوير قبل الفاعل بحال السؤال سير معناها الكعن فأنا كمان مرة يس كمان مرة الصورة بننشوف من الصورة المناسبة أو الفتلة الحكي وين في ترتيب طاولة بالبكتشارز بس وان بس وان بس وان بس وان بس وان بس وان ب ب اللي هي فيها عملية ستنج داتي بالترتيب الطاولة إذن هاي الصورة بينطبق عليها السؤال والإجابة did عامر and فاطمة sit the table yes they did اللي بسألنا did they بنجاوب yes they did or no they didn't yes they did they were helpful كانوا تعاونين كمان مرة شفتك في الماتشين did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful كانوا متعاونون yes again كمان مرة did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful كانوا متعاونين did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful كانوا متعاونون التاني النص التاني طبعا بالنص السماعي رقم 2 فيه طبعا ال conversation او بي فيه سؤال وفيه اجابة فيه question وفيه answer اوكي did برضو نفس الكلام did لازم يجي بعدها الفعل بالحال الاولى المجردة والزمن طبعا ماضي بسيط did salim and samira salim and samira عبارة عن they اكتر من واحد carry did carry did carry ماضي بسيط حتى لو بدي اجاوب بالكرد برجع الفعل للحال التانية did salim and samira carry هل بيحملوا الباكز الحقائب الاجابة رح تكون قبل ما نتطلع عليها انا وياك ويلا انا وياك وشو رح تكون ممكن تكون yes they did or no they didn't okay yes they did they were kind كانوا لطفاء طلع كيف they مع where زائد الصفة برضو ماضي بسيط شكل الwas والwhere لو بدي انفيها بthey weren't لو بدي اسأل عنها يتم وضع الwhere قبل الفاعل بصير where they kind هل كانوا لطفاء set طبعا هذا الفعل set set بيضل زي ما هو set the table again طب مين الصورة اللي بدول انهم بيحملوا باغز مين الصورة اللي فيها باغز بالصور الاربع الموجود هنا طبعا هاي خلاص رح نسي نستثنيها لان اخترناها بالسكريبت الاول او بالسؤال والاجاب الاولى هاي اللي بيحملوا باغز هاي صور دي بيحملوا يعني هم حقائب او اكياس شو معنى باغز حقائب او اكياس هم بيحملوا عن مين هاي الحقائب هاي شايفين كيف المان اللي موجود بحاجة لمساعدتهم بيحملوا عنه الحقائب هاي الصورة المناسبة اذا هاي الصورة ايش ايش النص اللي اللي الها هل سليم و سمير بيحملوا الباغز هم كانوا لطفاء كمان مرة did سليم و سمير بيحملوا الباغز yes they كوا خمس مرات yes they did they were kind كانو لطفاء كي carry carried carried نقرأها عن دفتر كمان مرة المناسبة لها did مسليم and سمير carry the bags yes they did they were kind did Mig and sam me carry the bags yes they did كانوا لطفاء هاي الصورة اللي إلها أكي Let's move to the third one يلا التالتي move with me هل هدا كانت تتحدث مع الnew pupil اللي هو الطالب الجديد أو الطالب الجديد yes she did did she منجوب yes she did or no she didn't yes she did كانت ودودة برضو هاي الشكل برضو هاي الشكل بسيط إيش النقاش اللي إلها السؤال اللي إلها هل هي كانت ودودة yes she was or no she wasn't بالتاني طبعا كمان مرة هل كانت تحكي مع الطار talk to يتحدث مع talk to the new pupil الطالب الجديد أو التلميذ الجديد yes she did did huda yes she did or no she didn't she was friendly كانت ودودة هاي صورت هاي البكتر اللي إلها شايفينها سي يعني سي يعني تحكوها yes did huda talk to the new pupil هل هدى تحدثت لك did talk الفعل مجرد ما بحكي talk لو قدي أجاوب عنه برجع إنه talked she talked to okay did مع المجرد ماضي بسيط الله ما صلى على سيدنا محمد did huda talk to the new pupil yes she did she was friendly كانت ودودة did huda or did she talk to the new pupil yes she did she was friendly كانت ودودة let's move to the last idea لآخر فكرة في السكريبت في النسكريبت في النسكريبت بالنس الصوتي did عالية put طبعا الفعل put 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 بضله زي ما هو بس بعرف إنه هون بالإنفنيت طبعا الفعل حال أولى did زائد مجرد هال عالية طلع كل أسماء ال person people الشخص منستعملهم بالكابيتل هال عالية وضعت هير بوكس a on the shelf on طلعي طلع كيف هنا لبروزيشن المناسب للشلف on على الرف اللي بسألنا بدد عالية منجاوب yes she did or no she didn't yes she did she was tidy كانت مرتبة she was tidy بر الجملة ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط شكل البي منه الوازو وير زائد الصفة النقاش she wasn't السؤال الواز اللي قبل الشي نعيد الفكرة الأخيرة the last one did عالية put her box on the shelf هال عالية وضعت كتبها على الرف yes she did she was tidy كانت مرتبة did عالية put her box on the shelf هال عالية وضعت كتبها على الرف yes she did she was tidy كانت مرتبة did عالية put her box on the shelf هال عالية وضعت كتبها على الرف yes she did she was tidy بعيد الصور من دون ما نتطلع على الدفتر صورة الأولى صورة الأولى صورة الأولى هي نفسها اللي قلناها قبل شوي هايها تبعة الكتب الرف did عالية put her box on the shelf yes she did she was tidy صورة الأولى did سليم and سميرة no did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful تانية did عامر and فاطمة sit the table yes they did they were helpful سي سي did هودا talk to the new people yes she did she was friendly تالتي did هودا talk to the new people yes she did she was friendly did هودا talk to the new people yes she did she was friendly بعيد عشان تعيدوا معاي ok ماما yes هون آخر صورة اللي فيها the kind اللي فيها the kind did سليم and سمير carry the bags yes they did they were kind did سليم and سمير carry the bags yes they did they were kind كانوا نطفا did سليم and سمير carry the bags yes they did they were kind yes move with me to exercise number three talk about you talk about you يعني تحدث عنك هلا في عنا activities هم يحطينها one two three four four activities the first one put your books on the shelf ضع كتبك على الرف the first one put your books on the shelf ضع كتبك على الرف the second one carry bags احمل الحقائب carry bags احمل الحقائب set the table يرتب الطاولة talk a new pupil يتحدث مع الطالب قبل ما نعمل عليهم الجملة حتى هدول كمان مناسبين للتوائس اللي هون هاي تبعد set the table set the table set the table هون carry bags هون talk to new pupil talk to new pupil هون put your books on the shelf كمان مرة هاي الصورة ايش بتعني put your books on the shelf ضع كتبك على الرف هون set the table هون carry bags هون carry bags هون talk to to a new pupil talk to a new pupil نعمل عليهم سؤال بالمادي يلا نعمل عليهم سؤال بيننا نبدأ ب did you هل أنت زائد الفعل مجرد طبعا هون محطوط كله بالمجرد ها من عند put لعند carry عند set لعند talk طلعوا put carry set talk did you put did you carry did you sit did you talk هل أنت وضعت هل أنت حملت هل أنت رتبت هل أنت تحدثت did you put did you carry did you sit did you put your books on the shelf did you carry bags يلا قولوا معي احكوا معي say with me help me did you sit to the table did you talk to a new pupil again يلا repeat with me talk about you تحدث عنك طبعا أنه إحنا عملنا الإشي أو ما عملنا أو قمنا بالنشاط أو ما قمنا according to us يعني عادي يمكن أحكي yes I did or no I didn't يمكن أحكي yes I did لو أنا قمت بالعمل أو أحكي no I didn't إذا أنا ما قمت بالعمل عادي بقدر أنهي السؤال اللي بي yesterday أو last week أو last month بأي indicator من ال-indicators طبعا simple pass أوكي يلا say with me did you put your books on the shelf هل وضعت كتبك على الرف خلاص أنا بدي أخط كل ال-indicators yesterday في كلها بدي أخطها البارحة زي ما هم يحطينها هون البارحة اتفقنا بقدر أخط three days ago بقدر أخط أي زمن طبعا أو أي indicator بالماضي خلاص أنا اخترت اليستردي وحبيتها وبيدي أستعملها على طول الجمل ناشي يلا did you put your books on the shelf did you carry bags did you sit at the table did you talk to a new pupil say with me again say with me did you put your books on the shelf did you carry bags did you sit at the table did you talk to a new pupil yes repeat with me talk about you تحدث عنك did you put your books in the shelf did you carry bags did you sit at the table did you talk to a new pupil yes repeat with me did you put your books on the shelf هل وضعت كتبك على الرف did you carry bags هل حملت الحقائب did you sit at the table هل رتبت الطاولة did you talk to a new pupil كلهم انهوهم بيستردي السؤال نحكيهم كمان مرة مع اليستردي did you put your books in the shelf يستردي did you carry bags يستردي did you sit the table يستردي did you talk to a new pupil يستردي did you put your books on the shelf yes i did i was tidy i was tidy أنا كنت مرتب did you carry the bags yes i did i was kind i was kind خلاص أخذنا الصفات اللي فوق المناسبة did you sit at the table هل رتبتم الطاولة أو هل رتبت الطاول yes i did i was helpful كنت متعاون did you talk to a new pupil هل تحدثت مع الطالب أو الطالبة الجديدة yes i did i was شو حكينا عنها إذن بتكوا تحطوا حسب الصفات اللي فوق يا أما بتكوا تحطوا حسب الصفات اللي فوق يا أما بتكوا تحطوا أي صفة من عندكم friendly هم مستعملين friendly أنتوا إذا شايفين في صفة يعني أنها أنسب منها عارب تقدروا تستبدلوها فيها بس أنا تقيدت بالسكريبت أو بالنص الموجود عندي عشان إحنا نضرنا بالساف سايد بالجانب الآمن أوكي يس سهل صح now let's move to the colorless one ننتقل للكتاب الغير ملون ننتقل للكتاب الغير ملون برضو نفس الإشي page 13 عملنا page 13 هلأ page 13 before looking and completing للكتاب الغير ملاحظات ننتقل للكتاب الغير ملاحظات قبل الغير ملاحظات عليه بالدفتر الموجود عندي بعدين منرجع له اللهم صلي على سيدنا محمد نلعب لعبة صغيرة هنا نلعب لعبة صغيرة وبعدين منرجع نحل الأشياء الموجودة بالتمدين إن شاء الله تعالى يس مثلا لو كانت عندي جملة I was وكان عندي كلمة yesterday كان عندي I was وكان عندي yesterday واحد حكالي يلا فكروا معي هاي لكم دخلكوا تفكروا معي play with me يلا اعتبروها game وإحنا منلعب فيها في حط اللي خيارين two choices oh mama helping وhelpful helping وhelpful okay بدنا نختار وحدة منهم عشان نحطها هنا وتطلع الجملة اللي عندي correct صحيحة ماشي ما لازم أختار الجملتين لازم بس أختار جملة وحدة مين الأنسب أختاره هنا طبعا بدنا نعرف شغلة إنه helping معناها يساعد وhelpful متعاون يعني صفة يعني صفة الفعل helping اللي معناه يساعد لازم ييجي وراء مفعول به يعني أنا بساعد مين I was helping I was helping لو بلشت حكيت I was helping واعتبرتها ماضي مستمر ماشي بنشي الحال معاي كي بس بدي أحكي I was helping فعل helping بالعربي انسوا بالإنجليش انسوا بالإنجليش أنا أساعد البارحة جملت صحيحة أساعد مين الفعل يساعد فعل متعدي هنا جاي فعل متعدي لازم لازموا مفعول بها عشان يعطي full and correct meaning for the sentence that I have عشان يعطي معنى كامل معنى صحيح للجملة مش معنى مبتور مش مفهوم اوكي لازم يعطي معنى كامل وصحيح للجملة إذن I was helping أنا كنت أساعد البارحة جملة مش مزبوطة مش مكتملة فيها خطأ فيها مستيك فيها إشي مش منطقي أما لما أنا أحكي I was helpful yesterday أنا كنت متعاون البارحة I was helpful أخذناه الشكال was زائد الصفة was where زائد الصفة بعدين مفتاح الماضي البسيط بعدين مفتاح الماضي البسيط هذا الشكل الثاني للماضي البسيط النفي منه وزين أنت السؤال منه was قبل I إذن إيش الكوريكت منها helpful متعاون أنا كنت متعاون يعني الفعل يساعد بده وراه مفعول والجملة ما فيها مفعول أوكي هاي أول وحدة يلا كمان وحدة Layla is وفي حاطين هنا help حاطين إن أحط help مثلا ممكن help أو helpful أو إن أضبط help الموجودة عندي هنا في حاطين مفعول به hair mother هي بتساعد أمها هون أجد كفع المتعد وبعدها مفعول به وأجد بالزمن اسمه زمن المضارع المستمر بزمن المضارع المستمر اللي اسمه present continuous هي بتساعد أمها لأنه في مفعول به لأنه في مفعول به الجملة شو بدها بدها فعل الجملة شو بدها بدها فعل ليلة وهير مضار شو لازم يكون تساعد تساعد أمها حسناً إذن إذن is helping is helping شفتو كمان جملة كمان جملة طيب طارق help برضو هاي الhelp اللي بيجي وراها مفعول به لا هلأ مننشوف الانديكيتور مننشوف الزمن في الزمن آخر الجملة هون yesterday البارحة زمن اليستردي دايما شو بيوحين لماضي بسيط شو بيوحين بماضي بسيط بدعم التصحيخ للفعل خلص بصير help شو بصير help كاي شايفينها إذن كمان مرة هلأ طارق help his father طلع كيف بيجي كفعل لما يجي وراه مفعول به بيجي كفعل بس شو زمن الفعل يجي هون الماضي البسيط من اللي قيدني إن أخطه ماضي بسيط المفتاح أو الانديكيتور التبع الماضي بسيط اللي اسمه yesterday إذن طارق helped his father طارق ساعد أبوه تووش ذكار إنه يغسل السيارة yesterday البارحة كاي لأنه yesterday لازم أجاوب بالحالة الثانية هلأ بليز من فضلك بي لما بتشوفه صفة لما بتشوفه بي بدها صفة شو بدها صفة بي كيرفول وانت على دراجتك الهوائية يعني while you are cycling كمامنا بي دايما بعدها الصفة بي كير فول كن متعاون بي كيرفول كن متعاون بعدها الصفة بي هلپفول كن متعاون بي كيرفول كن حذر سوري 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 بي كيرفول كن حذر بي هلپفول كن متعاون بي هلپفول كن متعاون بعدها الصفة بي كويت كن هادئ بي كويت كن هادئ بي كاين كن لطيف بي كاين كن لطيف بي طايدي كن مرتب دونت بي انطايدي ما تكون غير مرتب بي هابي كن سعيد دونت بي ساد ما تكون في البي كمان منقدر ننفيها دونت بي دونت بي كي كل الأوامر مننفيهم او negative don't don't بي ساد لا تكون حزين don't بي كيل لا تكون مهمل البي بعدها adjectives صفات اوكي منرجع للتمليل اللي عنا هلأ يلا موف وذمي شف كيف الصفات اللي عنا فوق ك كليف ذكي فريندلي ودود لك انتكم بي طبعا فوق سوري لك انتكم بي اكمل clever ذكي فريندلي ودود happy سعيد helpful متعاون kind لطيف tidy مرتب كمان مرة clever ذكي فريندلي ودود happy سعيد helpful متعاون kind لطيف tidy مرتب مرتب clever clever ذكي فريندلي ودود happy سعيد helpful متعاون kind لطيف tidy مرتب كل صورة منشوف ايش مناسب لها من الادجكتفز الموجودة apple ball بالخط الغامق نادية and مريم عبارة عن ذي لهيك اخدوا are اتفقنا نادية and مريم are friendly 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 معناها ودود ايش مالهم friendly هاي نبين الصورة انها فيها friendship و friendly ماجدة is clever بدان حاطة مسألة some mathematics or math clever ماجدة is clever ذكية ماجدة is clever هذي ايش الشكل الاسام احد افراد التلبية والصفة الاس معناها simple present سليم and زيد or زياد are اتنين يعني هم اتنين عبارة عن are happy سعداء هايهم they are laughing and smiling طارق is kind خلص احفظوا الصورة اللي فيها بحدا بيهدي حدا اف لول او ورد معناها kind لطيف اذا اجاكو زي هيك سؤال يعني مونة is helpful washing the dishes بتغسل الصحون اكي متعاونة سليمان is tidy مرتب دايما الفوف shelves وال box خلص اله صفة tidy المرتب نادي and maryam are friendly ودود majda is clever ذكية salim and zaid are happy طارق is kind muna is helpful and sulaiman is tidy listen and answer listen and answer طبعا احنا بنعمل نعرف كيف نجاوب please or no listen and complete خلينا التحت خلينا التحت listen and complete استمع واكمل اه هاي اللي عملتلكم اياهم قبل شوي عالدفتر i was helpful yesterday انا كنت متعاون البارحة لو في حدا تاني كان اجت الفعل ما اجت الصفة leila is helping here mother اجت is present continuous كي لما بيجي مفعول به معناها ايش بدها فعل فعل الفعل مفعول به طارق helped his father to wash the car ساعد ابوه في غسيل السيارة يستردي معناها الفعل بالماضي وسيط الحال التانية please be careful on your bike من فضلك كن حذر على دراجتك احفظوا هاي الجمل وقيسوا عليها اي جمل بتشبهها i was helpful كنتم تعاون البارحة ليلى is helping her mother كانت تساعد امها طارق helped his father ابوه to wash the car yesterday ان يختل السيارة البارحة please be careful on your bike من فضلك كن حذر على دراجتك thank you for your listening and have a nice day